كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف يا رب كده دايماً في خير وسعادة وهنا وكل أيامكم تبقى كلها راحة بال ورضى ومحققين كل اللي نفسكم فيه يا رب طبعاً اليومين دول شوادر حلوة المولد مليانة في الشوارع وبصراحة شكلها الواحده من بعيد من غير ما نشتري ولا ناكل بس مبهج وبيدخل كده السعادة على الواحد طبعاً هنسمع تحذيرات كتير كده زي جميع الأعياد بتاعتنا إن الأكل في الفترة دي نخلي بالنا منه كويس وإن أكل حلوة المولد كمان عشان أصحاب الأمراض المزمنة خصوصاً مرضى السكر الزيادة منها أكيد مش حلوة وكمان الناس اللي ماشي على نظام الدايت أكيد هيبقوا يتفرجوا على حلوة المولد ونفسهم ياخدوا حتة إما هيبوزوا الدايت والدنيا تبقى صعبة جداً لكن المفاجأة إن النهاردة جايبين جايين عشان نقول لكم إن الأكل ثقافة يعني مفيش حاجة اسمها إن الأكل ده مضر وخلاص كده فول ستاف لأ أو إن إحنا ما ينفعش إن إحنا نقرب له لأن في حاجة في الدنيا كل حاجة في الدنيا ليها نظام لو مشينا عليه مش هيحصل أي ضرر أو أي مشكل عشان كده النهاردة جايبين جايين عشان نقول لكم كلوا حلوة المولد ولكن بالعقل وممكن كمان لمدة أسبوع كامل ناكل حلوة المولد وما تخفوش من اللي هيحصل لكن تتبعوا كده اللي هنقوله النهاردة ولازم يكون في طريقة معينة لازم نتبعها يا ترى إزاي ممكن ناكل حلوة المولد لمدة أسبوع من غير ما يكون فيه ضرر في الصحة ولا في الوزن ده اللي هنعرفه مع دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية منورنا يا دكتور ودايما كده بنبقى مبسوطين انت معانا لان دايما بتقول لنا انه ايه ما تقفلوش بجأوكو خالص انه كله بس فكر بالعقل كل سنة ومتابع سلامة كل سنة ومشاهدين ودائما يا رب مصر في أمان وسلام احنا دايما كل مناسباتنا مرتبطة بالعاكل بالزبط والذي سقافة زمان تقول الأملح في شب النسيم اللحمة في العيد الكبير الكحك في العيد السوائل رمضان طبعا وازمات رايح جاي طول الشهر حتى العادة حلاوة المولد وتكاد تكون موجودة في مصر بس وهي حاجة قديمة ممكن تكون عمرها النهاردة داخل على 1000 سنة او اقل حاجة بسيطة من عام الدولة الفاطمية وحتى الحصان بتاع المولد اللي هو فارس ركب الحصان وشايل سيف ده كان بيرمز للسلطان او رأس الدولة وقتها في مصر وكذلك العروسة يعني حاجة للبنات والهوان المدلع وهكذا دي ثقافة وعشان نيجي النهاردة في المناسبات دي تحت بند الدايت وعشان وزنك وعشان الرشاقة والكلام ده ان انت تمنع على طول خط الكلام ده طبعا غلط ولو سيبنا الناس هتمشي بيتمخة برضو هتمشي غلط عشانك دايما احنا في السفيرة عزيزة عراهم دي تيبوا للجميلة دي بنحاول احنا نغير الثقافات دي ونؤكد ان كل حاجة مسموحة بس ناكل ونشرب منها بس بالعادة زي ما انت قلت مبدئيا خلينا سأل اول نقسم حلويات المولد بتاعتنا لثلاثة كاتيجوري او تلت مجموعين في مجموع دي اقلهم واسواهم على الاطلاق اللي هي بتكون عبارة عن مياة وسكر بس زي الحلوة البيضة والملونة فيها الملبن الابيض الساد اللي مفيش في اي حاج خالص او الاحمر فيه حünüz او الاحمر اللي هو الملون الجزارية برضو اللي مفيش فيها اي حاجة خالص ايه الجزارية دي دي بتبقى الملبن وفي مادة الجيلاتين اللي هي بتمت شوية دي وعملوا حاجة ما تهليش ملبن ما عاش حول الحاجة السنينزي ملونة كده عليها سكر حاجة زي الفنضام وزي الحاجة ما قاما في انتهاج فدي المجموعة الأولى دي مياه وسكر بس وبالتالي القامتة الغذائية معدومة جدا سعرات حرارية عالية جدا ترفع سكر الدم بسرعة جدا فالمجموعة ديها ديها تأقلها وديها نحاول نبدع عنها على قد منتر هتيجي المجموعة التانية الحاجات برضو اللي هي داخل فيها المياه والسكر ولكن جواها بقى حمص جواها سمسم جواها فول وده بتبقى أفضل شوية لانه طبعا السمسم ده مفيد جدا وانه فيه أم جاسري بالمناسبة لولادنا عشان بداية المدارس والتركيز والذقرة بتاعتهم والمناعة كذلك الحمص كذلك الفول السوداني الحاجات دي كلها صحية وكمان من الحاجات الجميلة الملبن بس يكون فيه مكسرات وهنتكلم دلوقتي ازاي بالرغم من الملبن مياه بسكر وبرضو سعرات الحرارية عالية بس المكسرات هتغير ازاي فيه وتخليه يكون أقل ضررا هتيجي المجموعة الثالثة بقى في الحلويات اللي هي الحاجات اللي هي بس للأسف غالية شوية اللي هي بقى البندق واللوزية اللي فعل اللوز والكاجو جايزة صاروات دي عايزة صاروات دي فدي هتيجي فيه الدرجة الثالثة او المجموعة الثالثة مبدئيا احنا ممكن ناكل حلوة الموند ولاستمتع بها هنحاول نبعد بس عن المجموعة الاولى لانه زي ما اتفقنا ديت مياه بسكر فحتى لو هنفترض اننا هنتكلم في المجموعة التانية اللي هي قيمتها المادية متوسطة ومعقولة وتتمشى مع شريحة كبيرة في مصر وكذلك اللي هي المجموعة الثالثة اللي هي بتاعت النكسرات وفيه جوز الهند كمان اه طبعا دي من الحلويات اللي هي بسميها الجوزcyت طبعا دي من الحلويات الممتزة جدا وجوز الهند صح ومفيد جدا ويبقى نثبت للسكر اللي فيه برضو هنقول جوز الهند هيفيد فيها ازاي فيه بس كم قاعدة وكم نقطة ناخد بالنا منها واحنا بناكل حلويات المولد رقم واحد احنا قلنا يا سالي ان فيه مدارس حديثة بدأت تتكلم على حاجة اسمها الفود ميكسنج او خلط الطعام بمعنى انا بحب اكل حلويات او بحب اكل نوع فاكهة معين او خلاص حلويات المولد موجودة او اعوز اكل كحك لو اكلت الحاجات دي على معدى فاضية يعني احنا كنا زمان من 20 سنة اولا ما اشتغلنا تغذية كنا ننصح الناس اقول لهم اخد الحاجات دي كسناك يعني اخد حلويات المولد كسناك بين الفطر والغداء او بين الغداء والعشر طرع الكلام ده مع الايام غلط ليه ما بناخد الحاجات دي على معدى فاضية فبالتالي عملية الهضم بتاعتها بتتم بسرعة جدا وبالتالي ان السكر يعد بعد كده من الامعاء للدم بتاعنا هيتم بسرعة فيرفع سكر الدم وبتجوع وبتجوع بعد كده برفع عليك فالجوع عندك هيزيد الناس اللي عندها مقاومة انسلين واتكلمنا على كتير هنا برضو على الراون ديكيبل في السافرة عزيزة مقاومة الانسلين هتزيد الوزن بتاعنا هيزيد سمنة المركزية في منطقة البطن هتزيد ولو انت مرض سكر بالفعل السكر عندك يبقى عالي وبالتالي ممكن يحصل لك مشكلة لتجد ان انت اكلت الحلويات دي على معدى فضل ولكن قصة او فكرة الفود ميكسنج انت اكلت الوجبة بتاعتك واجبة الفطار او اكلت واجبة الغداء طعم بيكون فيها بروتين بيكون فيها دهون صحية بيكون فيها نسبة كربوهيدريت نشويات سواء كانت عيش او رز او بسطة ولكن طرح ما هاكل حلوات مولد هنقلل شوية من النشويات يعني ما تضربش حلواتك المولد وانت واكد العشب بتاعك المعاتيات في الفطار او الرز والمقارونة بتاعتك في الغداء طب انت ملكش دعوة الكلام دي يا سين انا ما ها كاسي كتا عشان بحب النشويات بالظافت كتا فبنبتدي بعد ما بنأكل الوجبة في تقريبا معدل نص ساعة ناكل الحلويات يبقى انا هنا عشان الحلويات اللي انا اكلتها في وسط الاكل تتخدم هتاخد وقت اطول يعني بعد الاكل على طول اكل الحلويات مش هستن طب احنا زي ما نكون بنقول لأ ما تحليش لبعد الاكل بساعتين لده لها كنا نقول الاول بعد الاكل بساعتين هيكون الاكل بتاعنا بدأت خلاص يتحرك من المعدة للأمعاء فبالتالي المعدة بقت فضية وبرضه هنا عملية الهضم هتتم بسرعة السكر بعد كده هيعد من المعدة للأمعاء بسرعة وهيطلع من الأمعاء للدم بسرعة فهيزاود الوزن ويجوعك ويزاود مقامة الإنسان يعني رجعنا تاني لنظام أهلينا بتاع زمان هنتغدى ونحلي عادي على طول يعني الحلويات كانت موجودة على نفس الصفحة بالزبط والناس بتغلص غدى وبعدين بيحلوا الحاجة الوحيدة اللي من عادات زمان قلنا بس إنها غلط شرب الشاي بعد الأكل مباشرة أو القهوة طبعا دي بعيد عن موضوع الحلقة ولكن عشان والله يشكلون في الآخر هيتطلع تطلع عداية وكويسة زي ما سمنا تلعت هي اللي صحية يعني هنرجعتين اللي بالك برضو يا سالي في نقطة مهمة علم التغذية علم حديث يا جماعة يعني لازم برضو نعظر البحثين لأن علم التغذية كله لبنتلم في كلام ده بعنا حوالي عشرين سنة مثلا مش علم أصيل بقى زي علم القلب ولا أمراض النساء ولا العظام علم ممكن تكون متجاوزة تلتمتر ومت سنة النهاردة فبالتالي فهي أبضيت مستمر ولكن علم التغذية علم حديث فابلوا على حاجات غلط ويرجع بعد كده بالأبحاث والدرسات يكتشفوا أن الكلام بتاعهم ما أحصل في الآخر بنمشي وراهم كل جيل بقى كل جيل بقى كل جيل بقى قد يقول لك لا جعلة تاني زي الأول في الظبط ولكن خلي بالك يعني اللي إحنا لسه بنتكلم فيه إن إحنا مش عاوزين نمنع حاجة ولا عاوزين نحرم حاجة ولا نحن نقفل على أي حاجة بس كل حاجة تكون بالعقل يبقى إحنا قولنا النقطة الأولى اللي هو تقسيم الحلويات لمجموعات النقطة التانية هتكفل حلويات ما تكلاش على معدى فاضية هتخدها بعد وجبة الفطار وجبة الرأسية بتاعتك أو بعد وجبة الغداء بنص ساعة النقطة بقى الثالثة والمهمة في ناس بقى ما شاء الله حالفة المولد موجودة يعني إحنا هنحلف بالله ما هنقومها لما نخلصها طفعا يعني وما أكيد اللي جايبها مش هياخدها تاني أي نكمل اللي جايبها لنا كل سنة وإحنا طيبين إحنا اللي تشاريينها ولا جعلنا هدية فأكيد مش هياخدها تاني فعشان كده محتاجين إحنا نقسمها على مدار أسبوع تقريبا خلاص أنا بحب النوع ده بحب النوع ده بحب النوع ده مفيش فهم مشكلة كل يوم هقدر أكل نوع من اللي أنا بحبه قطعة منها إذا ما احنا اتفقنا بعد وجبة الفطار أو بعد وجبة الغداء اللي قلنا بس الفطار والغداء سالي وجبة العشاء فعلا عشان بس في الناس كتيرة بتبقى تقعد تهزر وتقول طب يعني يا المعدة بتاعتنا عارفة إن إحنا بالليل يعني يا شايفة طميعة على طول ظلمة يعني يعني يا بالنهار بتنور لا ولكن فعلا العمل الهرموني بتاعنا الهرمونات بتاعتنا والوظائف الحيوية كلها سبحان الله بتيجي بيديل ويبدأ في حصلها عملية شوت داون يعني خلاص عايزة اثنين بقى جزاك زي ما احنا خلاص في الستيديو وخلاص خلصنا في اوتوماتيك لوس بوطس دي واحدة واحدة خلاص بنقفلها ونقفل الكونديشن عشان خلاص ما عادش عندنا على الأقل حتى في اللوكيشن دا لو هنتنقل اللوكيشن تاني هنصور في نفس القصة الجسم بتاعك بليل هو الطبيعي إن هو خلاص عشان يرتاح بعد اليوم وإنت رايح جاي وشغلك وحياتك وهاكذا ويبدأ يعمل شاب داون فعشان كده احنا محتاجين وهناكل حاجة زي الحلويات هتكون بعد وجبة الفطار أو بعد وجبة الغداء دا أو دا الحاجة الثالثة والمهمة في الحلويات بقى إن احنا محتاجين في التوقيت دا حاجات طبيعية أبدأ أشربها أو أكلها نقولنا خلاص هنأخذ دا بعد الأكل حاجات طبيعية أبدأ أشربها فبالتالي بتحسن عمل الإنسولين فهتخليه اشتغل أفضل هتقلل مقامة الإنسولين للناس اللي عندها مقامة إنسولين فبالتالي هيبدأ الجسم يتعامل مع دا الديتاكسين الديتاكسين أو بسيحنا أنا عايزة في حتة هفوتها أنت قلتلي هتقول لنا الملبن مع الجوز بيعمل إيه إنه هو بزاي بيقلل من ضرره وقلتلي برضو جوز الهند إنه حتى لو فيه سكر فيه حاجة بتحصل عشان كده بيبقى بشيوش ضرر كفاء بركز يا سالف أنا أعشف جمع السالف تشرب ورق الله ورفع إن شاء الله شفتنا عليها دا فكرة والله رح نتكلمنا عليك فيها مفيد جدا 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 ومريح للمعدة بالزبط وإن كان كمان أمهاتنا زمان والأجداد كانوا بيستخدموه لازالة عندها تقلصات معوية أو إسهال أو نزلات معوية فورق اللورة ممتاز اللي احنا بنحطه أو ورق الغار ورق اللورة ورق الغار اللي احنا بنحطه على اللح فورق اللورة ما شاء الله يسهل خليكي من دفع خلاص خلينا نرجع للصحة سؤالك دا مهم جدا تخيلي بالرغم من الملبن السادة فيه صورات حرارية تقريبا الملجر حوالة 800 كالوري بس والملبن اللي هو بالمكسرات اللي هو بعين الجمل فيه 1200 يعني أكتر من السادة إلا إن اللي هو الملبن اللي هو المحش المكسرات اللي هو بعين الجمل أو بالجوز صحيا أفضل ليه بقى؟ الدهون الصحية اللي جوه المكسرات جوه الجوز أو عين الجمل وكذلك الألياف اللي فيها اللي اتنين دول بيقللوا حاجة اسمها المؤشر السكري أو الجريسيميك إنديكس العالم كله برد دلوقتي بيقول ما عدناش بنبص لأي أكل وشرب ومدى الصحة بتاعته وسائل على الكالوريس بس على الصعرات الحرارية ده كلام مش منضبط لأنه ممكن تبقى حاجة صعرات الحرارية عالية بس عشان تتحرر جوه جسمك أو تتهدم ويطلع منها السكر بتاعتها بتاخد وقت أطول وبالتالي تكون هي صحية أكتر فالمؤشر السكري يعني أننا ما بيقض الملبل وعليه الجوز عشان ده يتهدم في المعدة وإذا ما اتفعنا بعد كده يبدأ يطلع السكر في الدم بتاعنا بياخد وقت أطول فبالتالي ده تكون حاجة صحية أكتر ما تزودش الوزن بسهولة ما تخلينيش جعان ما ترفعش سكر الدم بسهولة لمرضى السكر اللي قدر الله كذلك الناس اللي هي بتعاني من الانسولين الريزيستنس أو مقاومة الانسولين ما يكونش عندها مشكلة خلص فده ده الفرق بين إننا أخد الملبن بالمكسرات اللي هو بالجوز عن الجمل أخده ساد فالمكسرات أفضل بكتير وده نفس الفكرة اللي قلنا عليها من شوية إننا بياخد المكسرات بعد الأكل عشان برضو تخلي المؤشر السكري بقى بس ده بتلاعب يعني شوية أو تحايل على الجسم من الوجبة الرئاسية اللي أنا أكلتها أو الجليسيميك اندكس بتاعة الملبن من المكسرات أقل كذلك جوز الهند طبعا ده صحي جدا جدا نسبة أوميجاسرية عالية الياف عالية فيتامين سي وفيتامين إي فمن الحاجات الممتازة جدا جدا وأحيانا بيحطها عليها زبيب في الغالب يعني فكمان الزبيب ده يعني عنب مجفف ما فيش فيه مشكلة خالص هي مشكلة بس في السكر في السكر طبعا وهي خلاص نفس القواعد اللي احنا قلناها طرح ما ياخدها بعد الأكل سواء أجبة الفطار أو أجبة الغدا وهنتكلم على الديتوكس هتقلل طبعا من المشاكل الجديدة احنا نتكلم عن الديتوكس ازاي بقى نضف جسمنا من كل الحاجات اللي احنا دايما بنعملها في الأعياد والمناسبات السعيدة ولكن هنروح لفاصل صغير ونرجع نكمل مع دكتور محمد حلمي ستشاري تفضيل علاجه لسه مكابلين معاكم ونتكلم عن حلوة المولد كل سنة وانتو طيبين واتكلمنا في الفقرة الأولانية عن أن حلوة المولد لها ثلاث أنواع أول نوع اللي هو المضر جدا اللي هو كله مياه وسكر ده نحن نبعد عنه الحاجة فيها مكسرات فيها جوز هند دي بتبقى مفيدة وساعات زي الملبن البجوز ما حياتك قلت مزبوط أنه الملبن البجوز لا بالعكس فيه سعرات حالية أكتر ولكن مفيد أكتر من الملبن الساد دلوقتي بقى دكتر محمد حلمي ستشاري التغذية العلاجية هيقول لنا إزاي نعمل أو إزاي ننضف الجسم بعد بقى ما نكون بوزنا الأسبوع ده خالص وكالنا حلوة المولد وعملنا كوارث بتاعتنا ففيه طريقة لننضف جسمنا من اللي احنا دخلناه هنعمل إيه بقى؟ مبدئيا احنا اتفعنا وقلنا سالة كتير أقوى ديتوكس على هذا الأرض هو الميا لازم نشرب ميا كويس بغض النظر بقى أن انت هتلغبط مش هتلغبط ولكن شرب الميا وخصنا ما تزودها بكميات أكتر شوية الفترة اللي انت بيتلغبط فيها سوى بقى من لغبط في أملاح زي ما انت قلت أيام الفسيخ وشام النسيم أو حتى في مناسبة زي الحلويات اللحوم كله واتفر يعني فشرب الميا كويس إن احنا مفروض لو أنا النورمال بتاعي بشرة باتنين ديتر محتاجة زود ديتر كمان تقريبا زيادة الفترة إن أنا ممكن بأكل فيها حاجات غلط ده رقم واحد رقم اتنين فكرة الديتوكس دايما إن احنا بندخل حاجات ترفع معدل حر ده مهمة الحاجة التانية ترفع وتزود المناع لإن برضو الأكل الغلط والحاجات الداخلة فيها نسبة سكريات عالية شوية ده بتزود الانتهابات في الجسم ناسة تشتكم مشاكل في المفاصل بتاعتها أو إن بشرتها بيظهر فيها حبوب أو إن شعرها بيقع أو بيجدوا كرامبات وشدة عضلة ده كلها معناها أنه فيه عمل التهابي أو فيه إنفلامتري بروسسس بتتمي جوها الجسم فبالتالي بناخد حاجات تقل للتهابات دي شوية اللي هو فكرة الديتوكس الحاجة التالتة من الديتوكس بناخد حاجات كمان تقل للسكر في الدم عشان كده موجود قرفة وهلاقي موجود بعض الحاجات مش موجودة عراون تيبوا ولكن هنتكلم عليها كتير زي بذور الشي وزي بذور الكتان وبذور الكنو وهكذا يبقى دي الفكرة العامة في الديتوكس إحنا مبدئيا الديتوكس مش هناخد بقى بعد ما نعمل الجريمة الكاملة يا سالي اللي هناخده من أول يوم يعني خلاص احنا هناخده مع هنقلتهم بعد ما نخلص لا 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 نستنى يعني ما نخلص الجريمة لا احنا عمزين جريمة كاملة بقى من البداية عشان تبقى كل حاجة ايه على مياه وبيضة يعني مبدئيا احنا بنختار حاجة من حاجة الموجودة الثلاثة عند مصادر الفيتامين سي زي البرتقان عند زي الشرايح اللمون والحاجة الثالثة ممكن تبقى موجودة زي الكوي ده اي حاجة والجوافة والجوافة دلوقتي ديبقى الوقت عندنا جوافة عندنا كوي عندنا برتقان عندنا لمون اي حاجة من الاربعة دول بناخد منها شراحتين ثلاثة اثنين لتر مية ده طبعا من بالليل بقى خلاص يعني احنا خلاص نوينا كده هنبتد ان شاء الله نحن تحلط الملد من بكرة فمن بالليل اثنين لتر مية وبياخد فيها ثلاثة اربع شرايح من اي حاجة من مصدر لفيتامين سي بعد كده بنحط معاها مجرد الشرايح من غير معصورها يديني فيتامين سي اه طبعا ده مش كده بس وكمان عشان الالياف اللي بتاعها موجودة مع موضوع التهتوكات اللي ممكن تتمي في العصر وان احنا بنحط الحاجة كمان بالقشر بتاعها كامل نتفعنا قلنا ان القشر بس احنا ببنى كل هاجة بس حي بتنزل حاجة في الماء نحن عشان كده قلنا لازم قبلها بيوم كامل عشان خلاص تكون الحاجة زي الفكرة اللي تكلمنا عليها زمان في موضوع الكركديه برضو نحن عشان الكركديه انت اما بتغليه بتضيع جزء كبير وبتكسر جزء كبير من الفويد وممكن يرفع الضغط عند بعض الناس ولكن يتنعفان اه فترة كافية يعني يوم قبل ان شاء الله ما تبتيدي بقى تأكل حاجات دي وقبل كده كتير كمان القشر ده يعني تقريبا 70% من الفايدر بتاعت السامرة موجودة في الاوتر لير بتاعتها او في القشر بتاعتها احنا بناخد اي حاجة من الثلاثة دول وبنبدأ نحط عليه معلقة كوركم الكوركم طبعا بالرغم انه ممكن طعمه يعني زي ما انت عملت بصبت كده هاتفاني ولكن حاجة متخيلش هو كوركم حاجة من الحاجات بس هو مش يعني في الليترين مية مش هيبين طعم نحط قد ايه مسلا معلقة صغيرة معلقة صغيرة هو مضاد للتهابات كويس جدا الكوركم حاجة من الحاجات صديقة الكبد والمرارة وبالتالي احنا اتفقنا في العضو اللي بتعامل معه السكريات في اكسابنا وكذلك الدهون هو الكبد عشان كده منتشر عندنا موضوع الفات ليفر او الكبد الدهني والجلايكوجين او السكر الزيادة في اكسابنا بيتخزن في الكبد والعضلات فمهم يبقى الكبد كده يعني بيشتغل بطاقة عالية وبكفاية عالية فالكوركم ده صديق الكبد وكذلك صديق المرارة فبالتالي سهد على عملية الهضل لان احنا اتفقنا ان في بعض الحلوات فى دهون صحية زي المكسرات اللي موجودة وكده وكمان اللي كوركم بيتهالي بمضاد للالتهاب او بالزبط احنا احنا حاليا نقول ان هو مضاد للالتهابات وصديق للكبد وصديق للمرارة الحاجة التالتة اللي بنستخدم في الديتوكس حاجة زي الارفة الارفة من الحالية الممتازة جدا جدا وعشان كده بننصح دايما مرضى السكر قال له خلي بالك لو انت بتاخد لاجة السكر بتاعك بلاش تشرب ارفة بعدها مباشرة لو انت بتاخد بليل الدوز بتاعة الانسولم بتاعة تك وبتتعاشى عاشة خفيف بلاش يعني في ناس معانا في الحفاظ على الوزن فبيحب يشرب ارفة وخصان خلاص يعني كل سنة احنا طيبين بقى الخريف وبقى كده دخلين على بداية البرد فعاوز المشروب دافي بالليل فممكن يكون بيشرب ارفة باللبن على قدر ما هي حاجة صحية جدا ولكن الارفة حاجة من الحاجة اللي بتقلل السكر في الدم فعشان كده برضو بننصح ان انت لو هتاخدها هتاخدها بالنهار وهي كده كده بتتنيع في المياه بتاعتك انت بتشرب من الديتوكس على مدار اليوم الحاجة كمان من البداية اللي بقى مع الارفة بنحط حاجة زي الورنفل الورنفل ده يعني صردالية صحية ما بين مناعة وتنشيط دورة دموية وبينشط الدهون النفعة حاجة اسمها الـ HDL اللي هي بتخلص الجسم من الدهون في المسار الدموي وبتقلل الدهون الضرة اللي هي الـ LDL بتنظم الكوليسترول في الدم بتنظم سكر الدم بتحسن جدا جدا صحة الجهاز الهضمي بتاعنا البكتيريا اللي نفعة اسمها المياه كوربيون بتحب الورنفل جدا فلمجرد ان انا حتى حطه بقى كحاجة زي استحلاف زي البنبوني كده يفضل على مدار اليوم او احطه ويتنها في مياه قبلها بيوم برضو ده من الحاجات الكويسة وحيانا بننصح ممكن تبقى المياه يا سالي دافية سنة دافية يعني انت خلاص قبلها يكده هتبرد هتشربها تاني يوم بردة بس دافية سنة بحيث ان انت عارف برضو درجة الحرارة العالية تستخلص تستخلص تتبقاش مغلية عشان بس ما تكسرش فيت ننسيه الكلام ده تبقى دافية سنة فالقرونفل من الحاجات الممتازة من الحاجات المهمة كمان اللي احنا بلاستخدمها بذور الشية الشية سيتس اتكلمنا بكده على بذور الشية هنا على الراوند تيبل وقالنا انها حاجة من البذور الصحية جدا هي بذور صغيرة عاملة زي حبوب السمسم ولكن هي لونها اسود شوارة من حبة البرقة فمن الحاجات اللي بتنظم سكر الدم جدا الناس اللي عندها مقاومة انسولين بتحسنها جدا بتحسن كفاءة وعمل الانسولين في الدم بتاعنا وبالتالي هتنظم السكر من الحاجات الجاملة كمان في بذور الشية ان هي بتمتص مية يا سالي قد وزنها 25 ضعف يعني انا بحطها في مية بتكبر قد وزنها وحجمها الطبيعي 25 مية مرة وبالتالي اما انا بحطها في الديتوكس وبشربها قبل الاكل يعني على مدار اليوم يعني على مدار اليوم بشربها بتدي حساس بالشبع كويس جدا بتنظم السكر في الدم زي ما احنا اتفقنا بتحسن كفاءة الجهاز الهضني دايما البكتيريا النفعة بتاعتنا ليه بننصح كتير الفترة الاخيرة قلنا لو انت هنفرت جدلا يعني هتعرف ان البرتقان ده تاكل في بعض الاحيان القشر بتاعها او لو ما عرفتش اللي هي اللير البيضة الطبقة البيضة اللي موجودة تحت البرتقانية على طول قلنا ان القشر المنجة مفيد تتكلمنا برضو هنا عن راون دي تيبول مرة ما كنا بنعمل الحالة بتاعة تصوص بتاعة شربة الجنباري او ايو ايو كتت حلو كتت حلو فعقولنا ليه بنعمل البطاست بإشرها لان الالياف دي صديق جيد البكتيريا النفعة اللي عاشها في الجهاز الهضمي بتاعنا وبالتالي بتحسن المناعة البكتيريا النفعة على فكرة هي اللي بتطلع السيروتينين يعني احد هرمونات السعادة اللي بتخلي الواحد كده حاسم يبقى عشان كده بس هينزين طبعا مضمونة انت أكيد كلنا ستاكل إشر المنجا معروفة كلنا ستاكل إشر المنجا ده نتعامل بقى مع إشر برطاقون نفس معاملة إشر المنجا بالضبط كده حاجة تغسل كويس وناخده لو نقدر واخده بقى مع البرطاقونية عشان ما حسش بتطعمه فتتكلم في ألياف عالية حاجة مفيدة للجهاز الهضم بتاعنا مفيدة للبكتيريا النفعة بترفع المناعة بتقلل هضم الأكل اللي انت هتاكله وبالتالي الأكل ده عشان يتحول لسكر هياخد وقت أطول وعشان يزود وزنك هياخد وقت أطول وأطول والجهاز الهضم بتاعك هيستهلك طاقة كبيرة عشان يهضمه فبالتالي كالرس وصوارات حرقية في حرق أكتر يبقى أنت بتاكل وتستمتع وجسمك بيحرق والجهاز الهضم كله شغال بعمل منضبط فبذور الشياء من الحاجة الممتازة كذلك من الحاجة اللي بنضيفها تاني غير بذور الشياء يعني بالتبادل مع بذور الشياء حاجة اسمها الكنوة سيت أو الكنوة والكنوة طبعاً بقت موجودة مؤخراً هو الكنوة مش البرغل أصلاً مختلفة يعني نصممه أنه هو برغل البرغل ده بتاعنا احنا بتاع الصعيج يعني الكنوة ده بتاع أمريكا لا والله هو برغل أمريكاني برغل أمريكاني يعني هو حاجة قريبة منها شوف ليه البرغل برضو كان صحي جداً والفريك عشان الحاجة دي برضو وليه كان ومزايل طبعاً 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 احنا بنتكلم على ثقافتنا القديمة فعلاً كان فيها عادات غزائية تقريباً كلها منضبط بالزبط واستخدام السمن البلدي واستخدام عسل النحل واستخدام كل حاجة بطبيعتها واستخدام اللبن كامل الدسم يعني لو فيه صورة زي ما اتفقنا للبن البلدي مضمون كامل الدسم هو ده الأفضل بنغليه ونطلع القشط على جنبه ونشرب اللبن بالزبط إنما بقى حتة السكيمد وتاخد خالة دسم وعمه الدسم طبعاً وحف السكيمد بالزبط بقت صعبة بالزبط صعبة وبنصعبة على نفسنا وفي الآخر بنلاقي صحتنا حتى لو كان الوزن بتاعها كويس بس أنا صحيت الناحة التانية مش كويس بالزبط فالكنوة من الحاجات الممتازة جداً يعني الكنوة وإحنا بندور على السيرشت اللي عليها بيسموها زمازر فول سيتس يعني هي بيعتبروها هي الأم لكل الحبول اللي موجودة على وجه الأرض من الحاجات نفاها نسبة أم جسرية عالية جداً كاننا أكلنا ربع يعني الكوباء كاننا أكلنا ربع كلهم كسرات تقريباً كسرات رخيصة فيها نسبة فيتامين سي عالية جداً فيها نسبة بوتاسيوم مغنيسيوم كل الكلام ده موجود جوها الكنوة يبقى كل الحاجات دي نقدر نستخدمها ناكل حلوات المولد بألف أنا وشيفة نحتفل بثقافاتنا ونحفظ على الوزنان مرسيليك يا دكتور جداً دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية أهو قالينا ناكل حلوات المولد ممكن أنا زود حاجة صغيرة احنا ممكن نقسم الحتة بتاعت السودانية أول منذ إيه على اليوم يعني حتة في حتة في حتة فتتحرق بسرعة بسرعة مش كلها ماخد قطمة تتحرق وبقى كده برضو مع الديتاكس كمان اللي قالنا عليه دكتور محمد حلمي إن شاء الله بإذن الله كده يبقى مولد نبوي شريف وسعيد علينا جميعاً إن شاء الله نروح لفاصل نرجع نكمل معاكم فقارة السفير عزيز